يعمل الصندوق العالمي على مكافحة السل السيدة والملارية وهو شريك أساسي لشاد في هذا المجال حيث يدعمه الصندوق والحكومة الشادية لتعزيز النظام الصحي في البلاد من أجل القضاء على هذه الأمراض الثلاثة ومكافحة الأمراض الأخرى والأوبئة بشكل عام وتشكل مكافحة الملارية واحدة من أبرز تحديات الصندوق العالمي خاصة أن الملارية يتسبب سنويا في حالات وفيات كثيرة في القارة الأفريقية وتدخل زيارة وفد الصندوق العالمي لشاد بقيادة ماركياو تايلور مدير محفظة غرب وسط أفريقيا ولقاءه برئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رئيس الدولة الفريق محمد دريس ديبيتنو تدخل في إطار بحث الشراكة والتعاون في المجال الصحي خاصة مكافحة الملارية وتقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة الشادية في هذا السياق بالإضافة إلى مكافحة كوفيد-19 وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس ديبيتنو التزام شاد بتعاوداتها في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق العالمي للقضاء على الأمراض الثلاثة خاصة الملارية وعقب اللقاء أكد ماركياو تايلر أنه استعرض مع رئيس الجمهورية البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق العالمي في إطار مكافحة الملارية خاصة في موسم الأمطار الذي يتكاثر فيه البعوض مشيرا إلى التعاون القائم بين الصندوق ووزارة الصحة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية مؤكدا أن الصندوق يتبنى سراتيجية للعمل مع شركائه للقضاء على الملارية من خلال حملة توزيع واسعة للنموسيات وهي حملة دورية تتم كل ثلاث سنوات وأضف أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت توزيع أكثر من 17 مليون نموسية مختتما حديثه بأنهم في الصندوق يشجعون الدول الشريكة على الوفاء بتعهداتها في مكافحة الملارية وأن لقاءه مع رئيس الجمهورية كان إيجابيا خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون والاستمرار في مكافحة الملارية في جادة موسيقى